مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خيط إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلاتها بكثير ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية والطقس دافئ ومشمس نهارا لكنه يميء للبرودة قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر مشاهدين فاصل ونواصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة تتأثر بكتلة هوائية دافئة هذا اللون الأحمر يمثل الهواء ذات درجات الحرارة الأعلى والأصفر هو الأقل وبالتالي هناك ارتفاع أو مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية والأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة ارتفاع على درجات الحرارة يومين 4 والخميس أجواء مشمسة دافئة أثناء النهار لكنها تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر وأيضا درجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها العظمى المتوقع يوم الأربعة 23 والصغرى 13 يوم الخميس العظمى المتوقع 24 والصغرى 15 الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية وتظهر بعض السحب المنخفضة والعظمى المتوقع 22 والصغرى 11 تميل أجواء إلى البرودة يوم الجمعة ليلا أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة في المناطق الشمالية أجواء مشمسة دافئة نهارا تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر إربد 26-16 عجلون 24-15 جرش 26 إلى 14 والمفرق 25 إلى 13 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقى 24-15 مأدب 24-13 عمان 23 إلى 13 والزرقى 26 إلى 13 ومنطقة الأغوار والبحر الميت أجواء معتدلة ودافع إلى حر نسبيا العظمى المتوقعة ما بين 31-32 وأثناء الليل أجواء لطيفة والصغرى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية الكرك 24-14 الطفيل 22-14 الشراح 20-12 ومعان 24-12 العقبة أيضا أجواء معتدلة إلى حر نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا العظمى المتوقعة 32 والصغرى 20 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا الأزرق 27-12 الصفاوي 26-12 والرويشد 25 إلى 11 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة لكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم